بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رح نتكلم اليوم عن النظام الثماني الاوكتل سيستيم في النظام الست عشري كانت الخانة الوحدة في احتوى على 16 رقم مختلف واتفقنا انه راح نعود بدال العشرة A و B و C و D و E و F عشان يصيروا 16 رقم مختلف بالنظام الثماني الى الوضع اسهل شوي في عندي بالخانة الوحدة فقط 8 ارقام مختلفة راح يكونوا من 0 ل 7 فاذا بدي عيد بقول 0 1 2 3 4 5 6 7 بعد السبعة ما في عندي 8 لانه اخر رقم عندي 7 فبعيد السبعة من السفر فبتصير سفر والخانة اللي بعدها اللي كانت سفر بتصير واحد هاي سفر واحد فكافية تمانية بديها 1 1 2 1 لعندgefket 7 1 بعد بعد السبعة واحد هاي الخانة بتصير سفر ترجع سفر واحد و هاي الخانة بتزيد واحد كانت واحد بتصير فتنان فبتكون 0 2 1 2 2 2 لعند 7 2 وتمي ماشي بهاي الصورة لعند ما اوصل 0 7 1 7 2 7 لعند 7 7 بعد السبع 7 هاي الخانة بتتزيد 1 فش بعد السبع اي شي فبتصير هاي سفر وبتتزيد هاي واحد هاي سبعة فش بعد هاي شي فبتصير هاي سفر والخانة اللي بعدها اللي هي سفر بتصير واحد فبتصير 001 ومنكمل بهاي الصورة فلاحظ ان الارقام تتراوح بين 0 ل 7 ممنوع يكون لا 8 ولا 9 عندي هاي الارقام بالنظام الثماني القيمة المقابلة الها بالنظام العشري هي هاي الارقام الآن بدنا نشوف التحويلات بين النظام الثماني مع العشري ومع الثنائي ومع الست عشري نبدأ بالنظام الثنائي زي ما كان النظام الست عشري كل خانة منه بأربع خانات بالنظام الثماني كل خانة عبارة عن ثلاث خانات فعندي من 0 ل 7 وعندي بثنائي من 3 صفر ل 3 واحدات خلينا ناخد مثال أوضح لو عندي أنا هذول الأرقام وبيدي أحولهم من النظام الثماني للنظام الثنائي بذكر الجدول اللي عندي وببدأ أحكي 3 2 4 بالنظام الثماني شو تكافئ بالنظام الثنائي الثلاثة تكافئ 1 1 0 الثلاثة تكافئ 0 1 0 والأربعة تكافئ 0 0 1 الرقم اللي بعدي 2 1 7 الثنين 0 1 0 الواحد واحد سفر سفر والسبعة واحد 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 الرقم اللي بعدي 6 244 الـ 6-0-1-1 الـ 2-0-1-0 الـ 4-0-0-1 والـ 4 اللي بعديها 0-0-1 الرقم اللي بعديه 1-7-2-6-6 الـ 1-1-0-0 السبعة 3-1-2-0-1-0 الـ 6-0-1-2 والـ 6 اللي بعديها نفسها 0-1-2 الرقم اللي بعديه 2-3-1 أي 2-0-1-0 أي 3-1-1-0 والـ 1-1-0-0 وزي العادة الصفار العشمال لو ما كتبتهم ما في مشكلة الرقم الأخير 7-5-5 السبعة 3-1-5-1-1-1 والـ 1-0-1 للخمسة الأخيرة التحويل من ثنائي لثماني أنا عندي بعض الأرقام بالثنائي بدي أحولها للنظام الثماني بتذكر الجدول لما كنت أحول للنظام الست عشر كنت أخذ أربع خانات أربع خانات الآن لما بدي أحول للنظام الثماني بأخذ ثلاث خانات ثلاث خانات بإمكانكم بتحددوهم في القلم بتحطوا خط تحطوا تحتهم السطر ما في مشكلة أنا بدي ألونهم عشان أميزهم فبتطلع على الجدول 1-0-1 اللي هي مقابلها خمسة 0-1-1 اللي هي مقابلها ستة 1-0-0 اللي هي واحد والواحد الأخير اللي هو 1-0-0 اللي هي واحد الرقم اللي بعدي 1-1-0 اللي هو ثلاثة 0-0-1 اللي هو أربعة 1-1-0 اللي هو برضو ثلاثة 1-1 اللي هو 1-1-0 برضو ثلاثة الرقم اللي بعدي 3 وحدات اللي هو 7 1 0 1 اللي هو 5 1 0 1 برضو 5 الرقم اللي بعدي 1 0 0 اللي هو 1 0 0 0 اللي هو 0 1 1 1 اللي هو 7 0 1 2 الرقم اللي بعدي 3 وحدات 7 3 وحدات 7 1 2 3 الرقم اللي بعدي 3 0 0 3 1 7 1 2 0 3 1 1 الرقم اللي بعدي 1 0 1 اللي هو 5 0 1 2 6 1 0 1 5 1 0 1 5 الرقم اللي بعدي 0 0 1 اللي هو 4 1 0 1 اللي هو 5 0 1 1 1 اللي هو 6 هدول بنا نتدرب عليهم شوي لحياتي نتمكن منهم وننتقل بعدين من الخطوة اللي بعديها للتحويل من العشري للثماني في عندي طريقتين الطريقة الأولى القسمة عند الرقم 105 بالعشر بتحويله للثماني بكتب 105 بحط خط وبكتب الثمانية فوق بقول 105 تقسيم 8 الجواب 13 والباقي 1 13 تقسيم 8 1 والباقي 5 1 تقسيم 8 0 والباقي 1 بحط ساهم لتاحد وساهم لليسار وبكتبهم 1 0 1 وبنؤل الجواب لفوق مثال تاني 300 بدأ حولها من العشري إلى الثماني بكتب الثلاثمية وبحط خط وبكتب الثمانية فوق عشان نتذكر على إيش بقسم 300 تقسيم 8 37 والباقي 4 37 تقسيم 8 4 والباقي 5 4 تقسيم 8 0 والباقي 4 بحط ساهم لتاحد وساهم لليسار وبكتب الأرقام 4 5 4 وبنؤل الرقم لفوق بإمكاني أحول من عشرة إلى ثماني عن طريق النظام الثنائي زي ما عملنا بالنظام الست عشري لكن هون بأخذ كل ثلاث خانات مع بعض فعندي المية وخمسة المية وخمسة عشان أحولها لنظام ثنائي بحط 1 2 4 8 الأرقام اللي بنعرفهم بقول المية وخمسة موقعها هون بعدين بحط 1 عند الـ 64 وبقول 105 نقص 64 يساوي 41 الـ 41 مكانه هون بحط 1 عند 32 وبقول 41 نقص 32 يساوي 9 التسعة مكانه هون بحط 1 عند الثمانية وبقول 9 ناقص 8 يساوي 1 بحط أساهم على الواحد وبحط 1 عنده وبقول 1 ناقص 1 يساوي 0 بما أني وصلت للسفر بحط الصفار في الخانات الفاضية بذكر الجدولي عندي وبحكي 1 0 0 تقابلها 1 1 0 1 تقابلها 5 الواحد هون بتقابله 1 وبنقل الجواب لفوق مثال تاني 300 بحط الأرقام عشان أحولهم للثنائي وبقول 300 موقعها هون بحط 1 عنده 256 بقول 300 ناقص 256 44 44 مكاني هون بحط 1 عنده 32 وبقول 44 ناقص 32 12 مكاني هون بحط 1 عنده 8 وبقول 12 ناقص 8 يساوي 4 بحط سهم عنده 4 وبحط 1 وبقول 4 ناقص 4 يساوي 0 بما أني وصلت للسفر بحط الصفار في الخانات الباقية بذكر الجدولي عندي وبقسم كل ثلاث خانات مع بعض بقول 001 اللي تقابلها 4 101 تقابلها 5 001 تقابلها 4 وبنع الجواب لفوق بإمكانكم تستخدموا أي طريقة من الطريقتين للتحويل من العشري للثماني وللتحويل من النظام الثماني للنظام العشري في عندي طريقتين الطريقة الأولى طريقة الضرب ناخد مثال بدي أحول 1 5 1 من النظام الثماني للنظام العشري بحطهم وبعد بيناتهم شوي عشان يكون الموضع مرتب بضرب الرقم الأول في 8.0 والرقم الثاني 8.1 والرقم الثالث 8.2 وإذا فيه أكثر بضرب 8.3 و8.4 8.0 اللي هي واحد 8.1 اللي هي تمانية 8.2 اللي هي 64 فلما أضرب 1 ضرب 1 1 5 ضرب 8.40 1 ضرب 64.64 بجمعهم بطالة مجموعة 105 وبكتبه فوق في هذا الوضع لو محاطاتش 8.0 8.1 8.2 ما فيه مشكلة بحط تحت 1 8.64 مثال تاني 4.5.4 بنظام الثماني للنظام العشري بكتبهم وبحط تحتهم 8.0 8.1 8.2 أو مش ضروري أن أحطي تمانيات هدول بكتب تحت 1 8.64 4.4 1.4 5.8 40 4.4 4.64 256 لو جمعتهم بطلع الجواب 300 وبكتبه فوق الطريقة الثانية عن طريق النظام الثنائي بتحول 1.5.1 من النظام الثماني إلى النظام العشري بتذكر الجدول عندي هون بحط 1.5.1 كل خانة من النظام الثماني بتتحول إلى 3 خانات بالنظام الثنائي فالواحد صارت واحد سفر سفر الخمسة واحد سفر واحد والواحد واحد سفر سفر بعدين بحط تحتهم 1.2.4.8.16 للآخر وإما في واحدات بنزل القيمة المقابلها بنزل الواحد والثمانية والثنين ثلاثين وانا أربعة وستين بجمعهم ما بعد بطلع 105 بكتب الرقم فوق مثال تاني أربعة خمسة أربعة بتذكر الجدول اللي عندي بكتب الأربعة خمسة أربعة كل خانة بالنظام الثماني بحولها إلى 3 خانات بالنظام الثنائي فالأربعة صفر صفر واحد الخمسة واحد صفر واحد والأربعة صفر صفر واحد بعدين بحط تحتهم الأرقام 1.2.4.8 للآخر وانا في واحد بنزل لرقم المقابله إذا في صفر ما بنزل إشي فرح ينزل عندي أربعة وثمانية واثنين وثلاثين وميتين وستو خمسين لو جمعتهم بطلع الجواب 300 مكتوب فوق للتحويل من نظام الثماني بناخد مثال مباشرة سي نين واحد بالنظام الثلاث عشر بتحوله للثماني بنذكر الجدول في عندي جدول للثلاث عشر من سفر لأف والثنائي المقابلهم والنظام الثماني المقابل الثنائي لعند السبعة بحط السي نين واحد كل خانة من حضور الخانات الست عشرية بتتحول لأربع خانات ثنائية السي قيمتها سفر سفر واحد واحد التنين سفر واحد سفر سفر والواحد واحد سفر سفر الآن كل ثلاث خانات من هدول الثنائيات بتحولوا لخانة واحدة بالثماني فالصفر سفر واحد تتحول لأربعة واحد سفر سفر بتصير خمسة وصفر سفر واحد بتصير أربعة بكتب الجواب فوق مثال تاني عندي A2B بالنظام الست عشرية بتحولها لثماني بتذكر الجدول اللي عندي بحط الـ A2B بعدين كل خانة من النظام الست عشرية بتحول لأربع خانات ثنائية الـ A قيمتها سفر واحد سفر واحد A2 سفر واحد سفر سفر والـ B1 واحد سفر واحد بعدين بحولهم من النظام الثنائي للنظام الثماني كل ثلاث خانات بالنظام الثنائي بتحول لخانة واحدة بالنظام الثماني 010 اللي هي 2 101 اللي هي 5 001 اللي هي 4 و101 اللي هي 5 الرقم النهائي بكتبه فوق بالعاكس لو بدأحول من النظام الثماني إلى النظام الست عشر عندي هذا الرقم بذكر الجدول اللي عندي وبكتبه الرقم الثماني 454 كل خانة من هدول بتحول لثلاث خانات بالنظام الثنائي الأربعة بتكون 001 الخمسة 101 والأربعة 001 بعدين كل أربعة خانات بالثنائي بتحول لخانة واحدة بالست عشر فصفر 0011 اللي هو السي 0100 اللي هو 2 وواحد اللي هو واحد وبكتب الجواب فوق المثال الأخير من النظام الثماني للنظام الست عشر عندي هذا الرقم 2545 بدي حوله من النظام الثماني إلى النظام الست عشر واتذكر الجدول مكتب الرقم 2545 كل خانة بالثماني بتتحول لثلاث خانات بالثنائي الـ 20010 الخمسة 101 الأربعة 001 والخمسة 101 الآن عشان نحوله للنظام الست عشر كل أربعة خانات بالثنائي بتتحول لخانة واحدة بالست عشر 0101 اللي هي A و0100 اللي هي 2 1101 اللي هي B وبكتب الجواب فوق بتمنى كل مسألتين من هذول تدربوا عليهم أكثر من مرة وتدربوا على مسائل قريبة منهم لما تتمكنوا منهم تنتقدوا للمسألة اللي بعدها حال تدربوا عليهم منيح ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر